أهلا بحضراتكم مرة تانية هذه الفقرة يا فقرة هامة ونحن نتكلم في موضوع هام جدا هو الاستثمار طيب ايه اللي حصل؟ في اجتماع الحكومة الأخير تمت الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بالتأكيد هيكون لي دور كبير في توسيع مشاركة القطاع الخاص في خطط الدولة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمان تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج خلينا في تفاصيل أكثر عن أهمية هذا المجلس المجلس الأعلى للاستثمار ومردوده على الاقتصاد الوطني من ضفنا الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي ما هو المجلس الأعلى للاستثمار ألياته في زيادة الاستثمار وما أهميته الحقيقة المجلس الأعلى للاستثمار هو مش جديد ولكن ده منصوص عليه في قانون 72 لسنة 2017 قانون الاستثمار وكان تم تشكيل المجلس في 2017 ونحن النهاردة بصدد إعادة تشكيل أو إعادة إحياء المجلس الأعلى للاستثمار وزي ما قلت حضرتك المجلس ده هيكون برئاسة السيد الرئيس الجمهورية وبيضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظة البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الهيئات اللي هي متعلقة أعمالها بالاستثمار إلى جانب طبعا موفرين عن مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات أنا بقى لو مستثمر وجاي أنا حستفيد إزاي من هذا التشكيل هل فيه تعامل مباشر ولا ده بيحط السياسات لا هو المستثمر ليش هيتعامل مباشرة مع المجلس يعني ده المجلس بيحط السياسات المجلس يعني في مدة 68 من قانون الاستثمار حددت المدة دي 11 اختصاص من اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار ويمكن يعني أبرز هذه الاختصاصات اللي هي العرض أو المجلس ده هيكون مسؤول عن استعراض أو يعني استعراض تحديثات الخريطة الاستثمارية اللي هي بتعرض على المستثمرين وفيها الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وأيضا وضع الإطار الإصلاح التشريعي والإداري لخلق بيئة استثمارية محفزة وأيضا مسؤول عن مراجعة آليات فض المنازعات وقضايا التحكيم الدولي فالمجلس هيكون برضو مسؤول على إزالة العواقب العقبات اللي هي أمام المستثمرين والمشاكل اللي هي بتثار ما بين الجهات أو يفض الاشتباك ما بين الجهات المسؤولة على الاستثمار فده هيكون يعني يمكن دي نقطة أهمية يعني دي من ضمن الآليات ولا من ضمن الآليات دي كل الآليات لا من ضمن الآليات هو فيه مسؤوليات له عدة مسؤوليات متحددة تفصيلا في المادة 68 من قانون الاستثمار فأنا بس عايزة أرجع وأركز يعني ليه إحنا مهتمين بالاستثمار يمكن المؤتمر الاقتصادي الأخير كان فيه إشارة من السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالاستثمار الأجنبي وتحفيز أيضا الاستثمار المحلي واعطاء دور أكبر إلى القطاع الخاص فده الفكرة أو ده الدافع أنه يعاد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس الجمهورية ويكون أن السيد الرئيس الجمهورية هو اللي هترقص المجلس الأعلى للاستثمار دلالة هذه النقطة تحديدا فكرة أن يتولى سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس دي دلالة يعني دلالة وإشارة إيجابية على أن قيادة السياسية وأعلى سلطة في الدولة بتولي الاهتمام بملف الاستثمار لأن الوضع عالميا والوضع محليا يستوجب أن يكون هناك دفعة قوية وإرادة سياسية قوية لدفع الاستثمار فإلا يعني يمكن الاستثمار الأجنبي المباشر وإحنا شوفناه بمتناقص أو بيقل حول العالم إنما إحنا عندنا هنا في مصر فرص استثمارية جاذبة الآليات ممكن يكون فيها بعض آليات الاستثمار ممكن يكون فيها بعض العواقب ولكن لغة الأرقام كلها بتؤكد أن استثمارات كلها تأتي في مجالات معينة اللي هي مجالات الطاقة البتروكيمويات اللي هي المشاريع الضخمة الميجا بروجيكس لكن لسه إحنا محتاجين في مصر مشروعات أو محتاجين رؤوس أموال أجنبية لاستثمار في مشروعات كثيرة جدا داخل مصر الصناعة بشكل عام الصناعة الغذائية اللي إحنا ربما متميزين أشياء كتير جدا حضرت هنا ليه وقفين يعني هنا المشكلة فين إحنا قطاع جاذب في مجال الطاقة متفقين لكن هنا المشكلة فين في هذه المجالات الأصغر زي ما حضرتك فاكرت قطاع الطاقة بيستحوذ على اهتمام المستثميرين للأجنب أكثر إنما هناك قطاعات أخرى وعدة لو بنتكلم بلغة الأرقام إن الإصمار الأجنبي المباشر وفقا لتقرير حديث لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء كشف على إن قيمة أو حجم الإصمار الأجنبي المباشر ارتفع وأصبح 8.9 من 10 مليال دولار بارتفاع قدره 71.4 من 10% عن العام المالي الماضي وده بيعتبر أفضل أداء أو أكثر الارتفاعات في الإصمار الأجنبي المباشر منذ عشر سنوات في الوقت الذي نرى دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية انخفض حجم تدفقات الإصمار الأجنبي المباشر 84% في الربع الثاني من العام المالي الجاري ودولة أخرى كبرى مثل الكويت أيضا انخفض الإصمار الأجنبي المباشر بالنسبة 35% في العام المالي السابق فالدول كلها تتنافس مع العالمة الدول كلها تتنافس على جذب الإصمار الأجنبي لأنه الإصمار الأجنبي مسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإصمار الأجنبي مسؤول عن جلب التكنولوجيا المتقدمة وتوطين هذه الفرصة لتوطين التكنولوجيا وأيضا مسؤول على تحقيق معدلات النمو اللي الدولة بتستهدفها عشان كده الدول كلها بتتبارى وتتنافس في تقديم المزايا التنافسية وضمانات الاستثمار ومحفزات الاستثمار وتزليل العقابات اللي هي بتواجه أي مستثمر وإحنا شايفين في المنطقة العربية وأيضا الدول المشابهة لظروف مصر دولة زي المغرب حقاقة طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من أن يمكن أن نتفوق في الأمكانيات عن بعض الدول إنما نأمل أن يكون فيه هدف طموح للإستثمار في نهاية بعد عشر سنوات أن نحقق 75 مليار دولار بعد عشر سنوات في تحقيق هذا الهدف أن يكون نحقق 75 مليار دولار وأيضا نتمنى أن المسؤولين على الاستثمار أن يكون عندهم تركيز على إيه هي أكبر خمس صناعات اللي احنا ممكن نتميز فيها ونركز عليها فنحقق هنا مهيزة المفلسية من مهام المجلس أيضا يا فندم أكيد من ضمن المهام المجلس أرجع على ذكر المجلس برضو حابين نعرف أستاذ المشاهدين المجلس بيتكون من كم عضو كم مرة بيجتمع المجلس يعني خييني نعرف بس صورة كاملة نوصل صورة كاملة المشاهد ويمكن إن شاء الله لو في وقت نحاول نتكلم عن قطاع الاستثمار كمان في مصر طبعا بشكل مفصل لكن حابين نعرف الصورة الكاملة لهذا المجلس المجلس بتشكيله وفقا لمشروع القرار بيفرق أسوأ السيد رئيس الجمهورية وبيضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظة البنك المركزي وعدد من الوزراء ومسؤولين الهيئات المتعلقة بالاستثمار إلى جانب ممثلين عن قطاعات الأعمال بيجتمع المجلس بره كل ثلاثة أشهر لعرض النتائج وأنشطة المجلس ومناقشة أنا شايف طبعا كل ثلاثة أشهر ده في مشروع القرار اللي هيصدر إن شاء الله ده في حد ذاته بيعطي دلالة على أن المجلس هيكون فعال الاجتماعات كل ثلاثة أشهر معنى أنه فيه على طول مراجعات دورية فيه مراقشات لأهم العقبات اللي هي ممكن تقابل المستثمرين سواء مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي فنأمل إن شاء الله يعني مع بداية اجتماعات وتشكيل المجلس وبهيئته الجديدة واجتماعات المجلس أن يتم دفع الاستثمار بشكل أكبر إن شاء الله في المستقبل طب ما هي أهم هذه العقبات يعني نسمع أنه فيه مستثمر حاول يعمل هنا وحاول يعمل هنا كان فيه بعض المشاكل البيروقراطية تكمن فين برضو لسه يا دكتور وخصوصا أن يعني إيه فيه محاولات جادة من 2013 القضاء عليها زي مشروع الشباك الواحد وزي وزي ولكن ربما لم تؤتي ثمارها بالشكل اللي احنا متخيلينه أين تكمن البيروقراطية؟ أعتقد أن البيروقراطية يعني من وجهة نظري يعني البيروقراطية العميقة هي معوقة للاستثمار الترخيص وده اللي خل سيد رئيس الجمهورية الشهر الماضي أنه استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين أنه يتكلم على الرخصة تفعيل الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية دي رخصة واحدة بتحل محل 16 من 16 إلى 20 رخصة أخرى يعني حضرتك معلومة الكلب على العقبات المستثمر كان يجب عليه أنه يتعامل مع 16 جهة أو 20 جهة أو أكثر علشان يطلع الرخص فالرخصة الذهبية السيد الرئيس أعطى توجيهاته بتفعيل هذه الرخصة لمدة 3 أشهر وده بتحل محل ده رخصة واحدة بما فيها يعني بتعطي المستثمر أنه هو معه رخصة للبناء والإدارة والتشغيل فدي أحد أكبر العقبات أعتقد اللي هي كانت بتواجه المستثمر في نقطة تانية برضو أعتقد في الوقت الحالي أنه حتى مع الرغم من تحرير سعر الصرف المستثمر برضو في الوقت الحالي بيكون متردد شوية في دخول الأسواق اللي فيها سعرين للصرف يعني سعر ما زال لابد نكون فيه نوع من الشفافية والوضوح لازالت السوق الموازية موجودة على الرغم من تحرير سعر الصرف وانخفاض العملة المحلية بنسبة تتجاوز الأربعين في المية فأول ما يبدأ يعني سعر سوق الصرف يتوازن وهناك سعر واحد فقط وهو السعر الرسمي للتعامل في سوق الصرف أعتقد ده هيكون محفز كبير للمستثمر أنه هو يضخ استثماراته بدون تردد أو ألأ من تعدد سعر الصرف كخبير اقتصادي من وجهة نظر حضرتك شايف أهم خمس قطاعات يمكن أن يعني يمكن أن نراهن مصر أن تراهن عنهم في جذب الاستثمارات أو أهم خمس قطاعات ممكن أن يهتم بها المستثمر الأجنبي في مصر خاصة أن مصر سوق كبير وسوق مستهلك وليها جغرافية مصر في عوامل كتير جدا عندنا إحنا عندنا أكثر من قطاع يعني جاذب للاستثمار طبعا فيه قطاع الطاقة بلا شك قطاع الطاقة قطاع الصناعات التحولية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا قطاع الخدمات المالية خدمات التعهيد والإسناد كل هذه قطاع التعليم يا دكتور وقطاع الصحة وقطاع التعليم تعداد الرسمي النهاردة وصل لـ 104 مصر 104 مليون فالـ 104 مليون محتاجين تعليم محتاجين إسكان محتاجين رعاية طبية فهذه القطاعات مع مع تعداد السكاني الكبير فهذه قطاعات واعدة وأعتقد أنها جاذبة للمستثمرين طبعا خلينا نقول أن في بالفعل جهود كبيرة جدا من الدولة المصرية من أجل حالة الوضع البيروقراطي الخاص باستخراج التصريح بنزعل جدا لما بنشوف مستثمر جاي هنا يستثمر ولأ في مشاكل وقال لك ترخيص وقال 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 لذلك الدولة عملت المجلس الأعلى الاستثمار اللي تتكلم عليه الدكتور هاني واللي حيحط السياسات عامة وحترقسه حيتبعه بشكل شخصي السيد رئيس الجمهورية في اجتماع دوري مع عدد من الوزراء أعتقد أنه سيشكل بدرة مهمة جدا جمال الحال على كبير من المشاكل نشكر حضرك طبعا جزيلا شكرا دكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي نورتنا يفهمنا منشكرك على كل هذه المعلومات في الإضاحات اشتركوا في القناة